هأبدأ بهذه القصة لأنها قصة جدا ملهمة اللي هي تطوير مدرسة في كينيا في نيروبي وحققنا تحول مدرسي في خلال سنتين تقريبا إلى ثلاث سنوات في مدرسة تقريبا بدأت من العدم تقريبا ما كان موجود في مدرسة هي عبارة عن ساحة نبدأ في قصة مدرسة كينيا مدارس كينيا هي مدارس حكومية في دولة كينيا في نيروبي وهذه المدرسة أول ما دخلتها دخلتها كزائر وما كان عندي هدف لتطوير المدرسة أو أتطوع معهم كنت بزور المدرسة فقط ولما دخلت المدرسة لقيت الطلاب في نهاية الفسحة كان فيه جرس دك كده وبيجروا على الفصول فسألت مدير المدرسة يشبههم الطلاب بيجروا على الفصول فراح قال لي خلصت الفسحة وراجعين على الفصول فقلت له استغربت يعني أن الطلاب في مدرسة بهذا المستوى كان ضعيف وحوريكم صورة الآن أنه بيجروا على الفصول لأنه يعني عادة أن الطلاب نشوفهم في السعودية يجروا خارج المدرسة مولي جو المدرسة فقل لي هذول الطلاب يعرفوا تماما شعور التعليم وهدف التعليم هم بيستخدموا التعليم كأداء للنجاة لأنه إذا ما تعلموا حينتهوا في الفقر حينتهوا في المقدرات حينتهوا في السجون حينتهوا في القتل فهذا كانت كلمة مدير المدرسة وأنا قلت له بإذن الله سأرجع أتطوع معاكم بعد هذه الجملة والحمد لله هذه هي كانت المدرسة هذا كان وضع المدرسة قبل ما نبدأ نشتغل معاهم الساحات كانت مليئة بالأمطار والله يكرمكم مجاري المياه وكانت برضو ساحة لألعاب الأطفال سوينا معاهم برامج مختلفة غيرنا البنية التحتية للمدارس في الأرضيات سوينا لهم ساحات عملنا لهم معمل حاسب الآلي ومكتبة وساحات للعب كورة وطائرة وسلة بالإضافة سوينا لهم برامج تدريبية لرفع اللي هي برامج التحول المدرسة اللي بإذن الله حنقدمها الحمد لله المدرسة بعد سنتين سنتين ونص تقريبا حققت إنجازات مختلفة حققنا الحمد لله نجاحات في خلال سنتين سنتين ونص أول حاجة إنجذاب المجتمع المدرسة أصبحت توجه المجتمع لمن يبقوا يشوفوا مدرسة مثالية في هذا المجتمع كانوا يروحوا لهذه المدرسة نسبة الطلاب اللي التحقوا بالجمعات بعد التخرج كانت قبل من اتدخل في هذه المدارس ما فيه ولا طالب تخرج وراح للجامعة بحمد لله تعالى الآن في ستة طلاب بعد ما تخرجوا دخلوا الجامعة عداء الطلاب تقريبا ارتفع بنسبة 10% في الاختبارات الوطنية اللي بتصير وتقريبا حققنا من 30% ل40% من المبادرات اللي حطناها في الاستراتيجية هذا الحمد لله في مدرسة جدا 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 وضعها تعبان ماليا في مجتمعيا في البيئة اللي هم موجودين فيها رسالتي في هذه القصة انه اذا هذه المدرسة استطاعت تحقق 30% من الانجازات فمدارس في السعودية ومدارس في الدول اخرى ايضا عندها امكانيات اعلى من هذه المدرسة هذولا كان دخلهم اليومي حوالي دولارين في اليوم دخل الفرد حوالي دولارين في اليوم فأي مدرسة في مجتمع دخلها اكثر من كده فتستطيع انها تنجز اكثر من كده في هذه الدورة هنركز على البنية التحتية في التحول هنركز على الجزء الاسفل من هذا الهرم وهو بناء الاستراتيجية وبناء الاجراءات وتوطيد العلاقة مع المؤثرين اخر شريحة في هذا الفيديو هو آلية عمل وبرنامج الدورة التدريبية باذن الله هنمشي هذه الشريحة هتشوفوها كثير وحتشوفوها بداية كل وحدة ونهاية كل وحدة فهي هدفها ايش الجانب النظري اللي هناخده ايش الجانب العمل اللي هناخده وبعد كده ايش الاشياء التطبيقات اللي هتكون موجودة والنقاشات اللي هتكون موجودة على الدورة باذن الله اكون معاكم في الفيديو القادم في بداية الوحدة الاولى ترجمة نانسي قنقر